عايز اخدك الجزئية مهمة جداً بارح كان فيه تصريحات مهمة للكابتن الكبير كابتن حسام حسان المدير الفني المنتخبنة الوطني خدت منها ايه؟ طبعاً انا ما اسمعتش كابتن حسام يعني نفسه عشان برضو كلها حاجاتي عشان برضو يعني قرنا اللي مكتوب اللي تقال الكلام ده كله انا كالليه بس وجهة نظر وتعليق واحد في موضوع ان كابتن حسام يقعد مع صحفي طالما انا ده مش مؤتمر صحفي معلن بشكل رسمي لجميع الصحفيين والاعلاميين وارد على اجابات اسألتهم بصفة مباشرة انا ما كنتش حابب ان الاعداء دي من الاساس تتم لان كابتن حسام شخصية طيبة جداً 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 خلينا نتطفق على ده وما بيقعد يتكلم بيقعد يتكلم بالعشر بالاخر كده كريم اللي هو ايه انا بس انا قاعد مع صحابي بالضبط والناحية التانية الاعلاميين والصحفيين شغلتهم الخبر صحي كده فخلينا نكون صرحة صحي كده كويس انك وضحتها عشان انت لما قلت الاول ما كانتش نفوديوه مع الصحفيين فممكن زملائنا يزعله لا مش لا 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 توضحتها حراس اه توضحت ليه يعني هو بيكلم بفترته بطبيعته واللي هو قاعدة زي ما نكون ايه قاعدين كده مع بعض صحاب بنحكي في الموضوع فبنتكلم كل واحد عايزه انا كصحفي انا كصحفي قدام مدير فني منتخب مصر نفسه هكتبه لا بالضبط كده انا بشتغل ده انا ديه شغلتي صح انا ما انفعش ان انا تيجي تقول احنا عاديين قاعدة مش هتطلع ازاي يعني ما فيش الكلام ده صحيح لا ده قاعدة ده ده قاعدة فيها شغل وفيها ان انا مدير فني منتخب مصر الراجل بيفكر ازاي الدماغه بتقول ايه بتعمل ايه بالمستقبل شكله ايه رؤية انا النهاردة لو انا ما كتبتهاش عشرة جنبي حيكتبوها صحيح فخلينا صرحة ويبقى انا قصرت في شغلي ويبقى انا قصرت في شغلي وامانة المهنية ما تسمحش ان انا يبقى عندي المعلومة واكتمها صح فالطبيعي ان الناس طلعت وكتبت وقالت انما انا مش بقول التقليلا من الاخوة الصحفيين والاعربيين انما يعدوش مع اكتبوها لا نقض بس في الشكل الرسمي في التوقيت ده بالاخص ليه في التوقيت ده بالاخص لان انا خلاص انا داخل على المعسكر فاي كلمة هتتقال بتعمل حالة من المناوشات مع اللعيب يعني انا النهاردة قلت ان انا هاخد كريم مش هاخد اسامة فاسامة هيزعل ويبتدي من جواه خلاص ارفان ومتدايق ونقم واي كلام في سكة المنتخب هيبقى دايما متدايق هي هيطلع تصرحات مش كويسة في سكة المنتخب فالطبيعي جدا للفترة دي فترة تدوء لان انت يكفيك اما بتعلن يا كابتن حسام تشكيل او القيمة اللي انت بتاخدها المنتخب مصر بتبقى فيها هجوم شرس باي شكل من الاشكال كانت كويسة مش كويسة انت خلاص في الاخر هتستحمل الضغط اللي هي بتاعت الهجوم اللي هيبقى والانتقاد اللي هيبقى اختيار القيمة من الاساس فدي كان لها عوامل ما كنتش حابب ان التوقيت دا يحصل فيها قاعدة بالشكل دا نحن رح للدورة بقى مباراتي اليوم مبارات الاتحاد واسموح بس قبل مبارات الاتحاد ومصر انا في حاجة كده في الموضوع سمعت بعض الاعلاميين بيتكلموا في موضوع ان المحترفين مش عايزين يجوا يلعبوا مع منتخب مصر انا بقول لهم الكلام دا ما ينفعش يتقل ومش مزبوط على فكرة ومش مزبوط ما انا بقول لك اهو لا ممكن يتقل لو مزبوط بس ما مش مزبوط بالظبط جدا انما ما نتكلمش باسم المحترفين سيب الكل لعيب محترف ولعبة المنتخب ما بتلعبش عشان خطر اشخاص لعبة منتخب المحترفين واللعيب المحليين بلعبوا عشان اسم مصر مش عشان اشخاص مش عشان اسمه مدرب ولا اسم شخص ولا اسم واحد بيحبه ولا واحد بيقراه لا دول بلعبوا عشان منتخب مصر فبعد إذنهم يهدوا الفترة دي لأن إحنا عندنا مبراطين مهمين جداً للمنتخب محتاجين إن إحنا نكسب ونبارك لبعضنا إن الدنيا خلاص إن شاء الله وصلنا وجد ما فيش مصلحة لأي حد ولا بالمنطق ولا بالعقل ولا بأي حاجة إنك تعمل فتنة بين لعيب المنتخب مصر وبين إجاز الفني المنتخب مصر بالضبط بأي شكل من الأشخاص للأجد إحنا لو فيه فرصة إنه لو فيه زعب من لعب مثلاً يعني مثلاً وما معرفش ده من لعب ومدرب تم نحاول نقرب الدنيا نحاول نخلي الدنيا أسهل زي ما أنت قلت كده إنه اللاعب بيلعب لمنتخب مصر والمدرب بيدرب لمنتخب مصر فيش حد بيفكر في مصلحته من المفترض يعني بالضبط طيب